السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لما معنا ونقولكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زاد اليوم الحصات تعنا وين غادي نتكلموا على نبيل بن طالب وين يواصل تلقي الضربات من طرف نادي شعلك وخاصة المدر بتاعه الجديد وين تكلموا قلعوا من الحسابات نهائيا نحن هذي كنا نحوص عليها ظروك بن طالب يحوص كيفاش يخرج من الساق يحوص كيفاش يخرج من الساق إن شاء الله بربي العقد التاع يكون قريب قاعد يزيد يهود يلعب في الراديف ومهم يدير حل الروح إن شاء الله بربي ولا في هذا البرميزون فيه وروح إن شاء الله من هالجمعه يحلوا الانتقالات شتوية إن شاء الله تكون مفاجأة إن شاء الله بربي نابيل بن طالب لينقار علو يعني ما كاش نابيل بن طالب يبقى نابيل بن طالب هذه أيام وانتلقى اللعاب الجزائري نابيل بن طالب ضربة موجعة أخرى في ناديه الشعك ورسمت حتمية بحثه عن الفريق آخر لأنه بات غير مرغوب في إطلاقا في فريقه الألماني وجاءت هذا التصريحات عن مدرب الجديد في حق نابيل بن طالب هذا المدرب كريسيان كروس وهو سويسري الله لا نجحها إن شاء الله بربي الذي أعلنها صراحة أمس الأحد في معتمره الصحفي الأول أنه لم يعتمد باتاتا على متوسط ميداني الجزائري فيما تبقى من مشوار الدوري الألماني لكورة القدم وان أشرف هذا المدرب كريسيان كروس مدرب الجديد لنابيل بن طالب ورفقائه على اللعاب الجزائري آخر يوسف بلايلي لما كان مدرب لنادي الأهل السعودي أين دخل رجلان في أزمة حقيقية وانتهت بمفعول تدخل إدارة والوالد اللعاب المنتخب الجزائري الذي كان واكيل أعماله يومها أكتشوف عنده هذا اللولا عنده بروبلم مع الجزائريين اللولا كان عنده بروبلم مع بلايلي اليوم وانجا ديرك لما يدخلوا الحسابات تاعة نحن الحمد لله اللي يهدر هاكي معاكا في طوعتبان بالإدارة يعني ما غادش تعارض راحين بن طالب ما غادش تعارض راحين بن طالب هذه هي إن شاء الله أكتشوف مشي بن طالب يدي المشاكل الناس اللي كانوا يقولون أوه بن طالب بتاع مشاكل يقولون أوه بن طالب زعيم بن طالب زعيم بن طالب زعيم بن طالب راجل وزعيم زعيم حارحنا هذه النخرات هي اللي نبغوها لا فلونتي تعو الزايدة هي اللي نبغوها كما ديلور هذي هي لعب من أجل الفوز ما يلعبش إلى مكاش تعيي لعبش يربح ويعيش بن طالب في الفترة الراهنة حتمية لا بادل لها عنها وهي ضرورة إيجاد نادي آخر يلعب في صفوفه بداية من التحويلات الشتوية المقبلة حتى ينهي جاحمه مع نادي الأزرق الملكي شاك وكشف التقارير صحيفة إيطالية نهاية الأسبوع الماضي اهتمام كبير لنادي هيلاص فيرونة بمحارب الصحراء ونية إدارة جلب اللعاب الجزائري لصفوف فارق في التحويلات الشتوية المقبلة ويوجد محارب الصحراء في خضم معركة طاحنة بين أندية الإنجليزية ترغب في قطع الطارق على نظرتها الإيطالية بعدما أكدت صحيفة بريطانية أن نادي من دور الإنجليزي الممتاز تريد ضم اللعاب الجزائري نحن مهم يخرج نطلبه بنطالب نتمنى لأولو يخرج باش يلعب ويعود يولي المنتخب الوطني الجزائري وإن شاننا واحد الصفحة تاع هذا الصفحة كيسموها تاع الفيرما هو معروف هو معروف بزاب 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 معروف لدى الأنصار المنتخب الوطني الجزائري وينش أقلهم يقولون هذو هم أولاد الفرنسا يديروا مشاكلي يقولون بلعف مكة لأولاد الجزائر انتجيب كو مكة أولاد الجزائر محترفين وترباو في أندية أوروبية انتجيب كوب دافريك يقولون غادي حسنو لك الشعر تاع صلاح والشعر تاع ماني والشعر يقولون كيديه لداركو كينا كلما يقاليفو شا 206-206 ما كينا كلما يقاليفو ما كينا كلما يقاليفون إنه شيطانا كاثر خيرهما كاثر خيرهما أنا أقول لك كاثر خيرهما وما لعبت يجروا يروحوا لتونس يروحوا بهم دراهم بشي يقولون بشي يشرف المنتخب لا بها دراهم يعمر شكاره أنا أقول لك نادي نيوكاسل يونيتد أبرز الفرق الإنجليزية الراغبة بشدة في استعادة بن طالب بعدما لعب لها نصف موسم الماضي معارب إضافة إلى الحديث عن اهتمام نادي ويست هاب يونيتد بجلب محارب الصحراء إلى كاتبة هاميرث ليكون جانبا لجند مع مواطنه بالرحمة وتعود حيثيات قضية بن طالب رفقة النادي الألماني إلى تسريب أخبار عن دخوله في مشدات كلامية مع مدير سابق يعني احتجاج على جلوسه في مقعد المدالاء أكثر من مرة ما أدى بإدارة النادي إلى معاقبته في تدريب منفرد إلى إشعار آخر وأدت الحادثة إلى تعرض متوسط ميدان الجزائري للتسريحات عنصرية من نجم المنتخب الألماني السابق ستيفان الذي هجم أصول جزائرية لبن طالب ما خلفه مهجة غاضب لدى الجزائريين ولدى بعض الوسائل الإعلامية الألمانية والعربية يعني ويني نقولوا بلي بن طالب لعب محارب بمعنى كلمة ونحتاجوه بن طالب يلعب سنتينير في المنتخب الوطني يتمشى مع الخطة ربعة واحد ربعة واحد يمشي بها المنتخب الوطني يدور كل رقص يجيب بالطالب الناس اللي كانوا يقولك اوه اوه طرتقها بالماضي قال بلي نطرت الناس الهوه لا يهدر الناس لو كانوا يخسروا مدرب لا يهدر الناس نطرت رقصة مدرب ليت فتأكما هارا تارد عليكم كف 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 كل واحد طه كف على حسابه شي اقلكم راح دافع عليه لان يهاجبوه بالعنصرية ايه دزل الهدرة دو متى هدود الهدرة حدا ويتمناه ان شاء الله بربي بنطالب يعود للمستوى التاعه ويقدم للمازال عسال عدو خفش وعشرين عام خفش وعشرين عام جاء اللعاب لي اول لعاب ونتمناه لها ان شاء الله بربي عاود يرجع لبقية نيوكاسل نيوكاسل بحثت علي وبرزيدو تعنيوكاسل مع المدرب العملي بدأ طيارة خاصة بدأت وجابتو عند دخلتو الادارات ديرك تعنيوكاسل الناس اللي قال لقول الجماهير تعنيوكاسل مشي قابلاتو ياود انتو ممشي يقابلين وينجح كليل عبا يدافع بصعب شي قابل وينجح بنطالب قلب قلب الصح بنطالب قلب تعصح راجل بنطالب هذاك في الصفحة تجري وتع الفيرما خلعتنا يا تدلم كما قال لهم قال لهم هذو هم ولاد فرنسا اللي تبغوهم حالي انتو ممشي سيبغني لانتو ممشي تعاربوا لي جابه ولم تبغوهم هاتو كلا كم تعاربوا في بنطالب تعاربوا في بنطالب تعاربوا في بناطر انتو ممشي بغيهم أصلاً قلت لكم الكوفيتير المعجون هذا اللعباء قلت لكم معجون على ذلك تكرههم ثم أصلاً كنتوا تعاربوا فيهم سبحان الله ربكين لفيديو تواعك مقلي تقول بي هذو اللعباء يجولون لنا يقوصوا على سكان يقوصوا منه فنطالب هنا في مستغالين بابا شاري سكن الروح بالتعبير في جميع ثم سكنة واحدة فلتو واحدة يقارع من مقلي ينصر بتيني كيف يريد سكنة تعمل من مقلي و لابا آدم والناس ينحن فسح شراء أرض و بنجامع ينحن فسح شراء أرض و بنجامع جاي طب بلنتي جاي يعرفوا غير نقطة واحدة تدخل تعيلوا حسنا ما عندكم موالو لو كان عندكم راكم ناجعين من مشاريع ليايا 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 نعرفوكم كوراكم تترى كوراكم هيد صاور طانقينهم حسنا ما عندكم موالو تطارعوا جيوار يصلوا إلى مشاكل تخرجوا تعيلوا هذا مكلم حنا مع ابن طالب أنا مع ابن طالب ظالم مظلوم هذه هي